الساعات الأولى لعيد الفطر النهاردة مجلس الإدارة زي ما قال لكم لست شريف قرارات مهمة جدا الناس كلها ترقبت حاجة معينة المجلس قال مش حلعب حال امتداد الموسم لبعض كاس الأمم الأفريقية كويس هنا اتحاد الكرة فضل يستهلك في الوقت بالشكل اللي كان واضح وظاهر عليه إنه بيدفع الأهلي إلى النتيجة هو عايزها الاتحاد والذين حوله والطبعا المتنمرين معاه كان الهدف إزاي أوصل بالنادي الآلي إلى نقطة اللي عودة اللي عودة بمعنى إيه قوانين الاتحاد الدولي بتقول قبل البطولات الكبيرة المجمعة ومنها طبعا بطولة الأمم يحق الكل منتخب اللي احتفاظ بلاعبيه بعيدا عن أندياتهم خمستاشر يوم قبل البداية يعني لخمستاشر يوم أصبح ولاية اللعيبة أو التبعية هؤلاء اللاعبين الدوليين مع المنتخب مش مع النادي حر التصرف فيهم المنتخب الوطن ففضل مستني لغاية يوم الخميس ستة يونيا ليه ستة يونيا؟ البطولة هتبدأ واحد وعشرين فهو حاسب الخمستاشر يوم من ستة لواحد وعشرين هما دولوا الخمستاشر يوم فالخمستاشر يوم يوم الخميس بدأ الحظر الدولي ما أصبحش من حق الأهل يقول له عايز ألعب بكرة أو ألعب النهار فحطك في نقطة الأمر الواقع بيحرق الكروت كنت قبلها تشوف أنت مخلص إمتى وإنت اشتغلت مع النادي الأهلي بجدوى المضغوط طوال الموسم لعب واحد وثلاثين مباراة واحد وثلاثين مباراة بفترات زمنية أقصها أربع تيام يعني فيه 48 ساعة وفيه 72 ساعة وفيه أربع تيام على مدى كان ست فترات مضغوط نتجتهم واحد وثلاثين مباراة ما بين محلي وأفريقي وعربي طيب إذا مالك المنافس المباشر كل اللي نابوا من كل الضغط ده وهو مشارك مع الاهلي 14 مباراة فين العدالة بين الأرقام مفيش طيب هو كان الهدف يوصل الاهلي إلى نقطة يزهقوا علشان يسيب الدوري والجمل بمحمل هو الاهلي حيفرط في حقه كده بالسهل ولا فيه آليات قانونية تفسر ده زي ما بيطالب أو زي ما الجمهور بيتمنى دايماً وأبداً الأهل يحافظ على مواقفه وعلى سوابته يحافظ على حقوقه ومصالحه طيب إيه اللي نظم الحقوق ومصالح القانون إحنا بتحكمنا قال يعني بيسخاني عشان ما رجعش في الكلام يقوله مش لعب عشان كده احنا هنا قلنا أبعد شيء مسألة لانه هو فيه فيه إجراءات أخرى وأنا لما أقول مش حلعب إلا إذا أنا بديك فرصة تراجع أمورك وتنتبه إنه هو أنت ليه مش عايز تكون عادل يعني حاجة غريبة جداً أنا ما شفتش في حياتي مواقف بهذا الوضوح في العنت وشخصنا هم مسكين النادي الأهلي بشكل خاص متشخصنا أو الخلاب مع النادي الأهلي ومحدش يقول لي عشان النادي الأهلي قصو بيقول ده النادي الأهلي استحمل استحمل درجة إنه كان كل الناس بتقولك أنت ساكت ليه وغيرنا كان بيهدد وبيشتم إذا كان اتحاد الكورة زعلان إن النادي الأهلي يعني واقف مواقف فيها شيء من التشدد هو أنت بتقبل السباب وبتقبل الشتيمة وبتقبل التطاول وبتقبل من غيرنا التجريح والإسائل وبتقبل التجريح وبتقبل التحدي وبتقبل الإهانة وبتقبل أنك تعمل كل اللي هو عايزه ما يقوم بهذا أستاذ إبراهيم أوعت في تكر اليمين الطلاق اللي اتحدى في ده كان نعبة يعني من الضغط على الانتحاد ده هو كان نتيجة العلم بالاتفاة هم كانوا اتفقوا واتفقوا على كده هو بيحلف على حاجة تاخد فيها قرار ما هوش راجل ولا الانتحاد معني إنه هو ما يوقعش يمين ويباين السطوة والقوة فده شغل ما ينطلش على حد واخد بالك وتأتي الأيام لتؤكد هذا الكلام وأنا قلت وأشرت إن الخطوة الجاية مش هعيدة تاني إحنا قلناها بس عن عدة وقتا ما نحتاج هيعملوا قف الدوري السنة الجاية أحسن ترجمة نانسي قنقر